تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد ناب القائد الأعلى ناب الأول لرئيس مجلس الوزراء قم سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بزيارة تفقدية لمجمع 814 في الدائرة الثانية بالمحافظة الجنوبية ومجمع 721 الذي تضمه الدائرة السابعة في محافظة العاصمة بحضور عدد من ممثلي مجلس النواب والمجلس البلدي عن كلا الدائرتين تهدف الزيارة للوقوف على مختلف المشاريع والخدمات الواجب تنفيذها في كل من مدينة عيسى ومنطقة توبلي والمتعلقة بتطوير البنى التحتية والمرافق العامة والارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين بناء على احتياجاتهم داخل مناطق البحرين المختلفة حيث اشاد سعادة الوزير بالجهود الرسمية التي اثمرت بانشاء ملعب كرة قدم نموذجي بمدينة عيسى لتوفير بيئة مناسبة للشباب من اجل ممارسة الانشطة الرياضية وفي السياق ذاته وجه الوزير المعنيين في الوزارة الى الاسراع بتنفيذ مشروع رياضي متكامل لملعب كرة قدم بكامل مرافقه في مجمع 721 بما يتوافق مع معايير ملعب وزارة شؤون الشباب والرياضة متفقدا في الوقت عينه حالة الطرق في المجمع ذاته وموجها نحو العمل على صيانتها وتأهيلها وفق جدول زمني محدد تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تتواصل هذه الجولات الميدانية للوقوف على الطلبات الخدمية في مختلف مناطق المملكة يصن اليوم ان انا اقوم بزيارة مجمع 814 في مدينة عيسى حيث تقوم الوزارة باعادة تأهيل الطرق في المجمع وبناء مواقف السيارات وايضا الخدمات البلدية التي تتمثل في بناء الملعب والحدائق في هذه المنطقة والتي انتهت الوزارة من بناء الملعب وهناك عدد من المشاريع الأخرى الخدمية في مدينة عيسى مجمع 814 ايضا شملت الجولة منطقة توبلي مجمع 721 حيث تعتزم الوزارة بناء او استكمال شبكة الصرف الصحي في هذه المنطقة حيث ان هذه شبكة موجودة في كل مجمعات هذه الدائرة ما عدا هذا المتباقي منها وايضا تعتزم الوزارة ان شاء الله في الفترة القادمة في القيام بأعمال صيانة الطرق الداخلية وايضا بناء حديقة وملعب لخدمة أهالي المنطقة ساعات الوزير اليوم زور المنطقة اطلع على مجمع القضايا ومجمع المشاكل نعاني منها الأهالي المنطقة ان كان مثل من الشوارع والحدائق والملاعب وهذه ملعب جديد فتحنا الآن برفقة طبعا مع سعادة طبعا الوزير وان شاء الله طبعا الأيام القادمة هناك مشاريع كثيرة في الواقع ارضناها مجمع الآن 814 بينتهن العمل من نهاية مارس واناك تطوير حق مجمعات أخرى شرفنا سعادة وزير الأشغال بزيارته وعرضنا عليه احتياجات دائرتي والحمد لله عرض علينا مخطط لشبكة الصرف الصحي وشبكة تصير في مياه الأمطار وكذلك إعادة تأهيل شوارع المنطقة وهذا تلبية لاحتياجات أهالي سابعة العاصمة سعادة الوزير موجود معنا طرحنا عليه بعض الأمور اللي نحتاجها في الدائرة وطرح علينا بعض المشاريع اللي مستقبلية راح تكون في الدائرة طبعا احنا متواجدين نهميها حين حاليا سعادة الوزير موجود ليلغي نظرة على الأمور اللي طبعا قدمناها له من جهتنا احنا كمجلس بلدي